السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بكل متابعي قناة اجيال اندلس النهاردة التعليم بتعقد اجتماع ونهاية الاجتماع عشان ايه عشان الطلبة قالك اضافة جميع البدائل المقترح في الكتاب المدرسي لنموذج اجابة الفيزية ايه اللي حصل في الكلام ده وزارة تربية التعليم عقدت النهاردة اجتماع مع مواجهة عموم مادة العلوم ومشرفي التقدير لمادة الفيزية على مستوى الجمهورية تمام لملاقشة اجراء بداية تصحيح انتحان مادة الفيزية لشهادة سنوية وبالتالي في بداية الاجتماع طبعا الدكتور رضا حجازي رحب لونابي الوزير الشؤون معلمين ورئيس عامل انتحانات سنوية العامة بالسلام الحضور وقالهم الهدف الاساسي اللي احنا نضمن حق ولادنا ونوحد نموذج الاجابة ومنهج التصحيح عشان يبقى فيه مبدأ تكافر فرص لجماعة الطلاب مع السادة مشرف الدرجات اكد دكتور رضا حجازي عدرورة الاتفاق على القواعد الاساسية للتقدير لضمان تحقق العدالة بين جماعة الطلاب وقال لك مراعاة مصلحة الطالب عند التصحيح وحصول كل الطالب على حق وافضل اقولها كلكم مسؤولون امام الله عز وجل اي حد هيخضر بطالب اي حد هيتعامل مع الطالب بجبروت في التصحيح حرام عليه حسب لونا من الوكيل في كل واحد هيظلم طالب مضيف انه اذا لم يصل الطالب الا اذا لم يصل الطالب الى الناتج النهائم في اجابة الاسئلة فيحصل على الاجراءات التي كتبها واعرف برضو موجه العموم ومشوف التقدير على المساعدة جمهورية كله لان الامتحان بيقيس المفاهيم والمبادئ والقوال الفيزيائية الضرورية عشان يقدر يواصل التعليم في هذا المجال اكد دكتور رضا حجازي لازم نلتزم بنموذج الاجابة وشادل على اضافة جميع البدائل المقترحة في الكتاب المدرسي في نموذج الاجابة حفاظ على مصلحة الطالب رغم الامتحان في اذا كان جاي سم ورغم كده قال لك خلاص انلتزم بنموذج الاجابة وخلال الاجتماع قامت لجنة وضع الامتحان بمنقشة النموذج اللي سيتم على اساسه عموما طبعا تصيح في الكنترولات مع موجهة عموم الكلاء ومشوف التقدير للمادة وعرضت اللجنة اماكن الاجابات بالكتاب لانتطلعت الاجابة وتم تحديد جميع البدائل حرام عليكم ده فيه طلبة تشتكي اعرفوا بس الناس اللي بتقول ايه واشار موجهة عموم المادة الانه تم اعداد الامتحان مطابقا شوف هنا بقى ده بقى اللي هيخلي الدنيا يعني ربنا يا اسطرة مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قبل مركز القوم الامتحانات وطبعا مع مكتب مدير عام التنمية العلوم والاسئلة جات من امثلة وتدريبات الكتاب المدرسي والنمازج الاسترشادية والامتحان السابقة والامتحان ملائم للمستوات المختلفة وما اللي الطلبة انتحرت ليه والطلبة اغمى عليها ليه والطلبة عمل كده ليه والاجتماع خلوص على اضافة بداء الاجابات جديدة ها يعني هو بيسكن الطالب بداء الاجابات جديدة نموزج الاجابة اكترحها موجهه عموم الفيزياء المستوات الجمهورية وطبعا في نهاية الاجتماع دكتور رضا وجه التحية والشكر لكل الاعضاء ويقدروا تلزم بالاشئة الاحترازية وعدم تصوير واوراق واشخاص واماكات تصحيح وان شاء الله يتم بدء تقدير الدرجات العينة العشوى المادة الفيزياء يوم السابت ان شاء الله التي في ضوءها طبعا هيحدد درجات صعوبة الاسئلة وعلى اساسها يتم اكرار نموزج الاجابة او تعديله في ضوء نتائج العينة هنشوف يعني لسا في فرصة يوم السابت ان شاء الله وكان في الاجتماع الدكتور اكرم حسن رئيس الادارة المركزية ويسري سوارس مدير عام تنمية مادة العلوم يترى ايه اللي هيحصل طبعا الكلام ده كله اللي اتحنا بعض المواقع وخاصة الصحفية اللي معه الاستاذة اميرة السمان احنا بقدم لها كل التحية في الضيار طبعا دي صحيفة اللي هي الحقيقة في واضح النهار زي بيقولهم وهنا كان التعليم بتناشي اجراءات تصحيح العينة العشوائية هنشوف هنشوف الدنيا ماشية ازاي وهنشوف يا طرع ايه اللي هيحصل امتظرونا طبعا يوم السابت هنعرف ايه اللي هيحصل في نموزج الاجابة يطر يبقى فيه تعديل ولا يبقى فيه ايه كان معكم اسامة رزي مؤسسة اجانا دوس بنقدم كل تحل الصحفية اللي معه الاستاذة اميرة السمان في امان الله ونتمنى ان الطلبة ما تتظلمش ربنا ما يجيب ظلم ان شاء الله ربنا عز وجل ما بيحبش الظلم بلاش تظلموا ولادنا راعهم اللي فيه طلبة بدأت تنتحر اللي راع اللي فيه طلبة بدأت يحصل الله انهيار حرام عليكم ولادنا اللهم ابن الله اخته الله ما فاشهد ولادنا امانة وياكوا تخونوا الامانة في امان الله